بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم النهاردة هنعمل عيش فينه بمية يعني مش هنستخدم حليب في الوصفة دي الاول قبل ما نبدأ في العجين ولا اي حاجة بنجيب الاول ربع كبية مية دافية دافية بسيط وبنحط فيها معلقة سكر وبنحط فيها كيس خميرة فورية بنقلب وندوب الخميرة والسكر في المية وبعد كده بنغطيها ونسيبها على جنب نميلها كده لغاية لما تخمر بعد كده بنجهز الدقيق بتاعنا انا جايبه هنا اربع كبيات دقيق اللي هو نص كيلو ده دقيق عادي من هو جميع الاستخدامات بننخلهم وبعد كده بنجيب علي بنحط عليهم نص معلقة ملح نص معلقة صغيرة ملح وبنقلب الملح في الدقيق معنا كبية مية دافية دافية بسيط برضو بعد كده بنقلب العجين بنعجينه كويس بالمية بعد كده بنضيف الخميرة بتاعتنا لما الخميرة خمرت وملت الكبية كده بالشكل ده بنضيفها للعجين وبنقلب العجين كويس قوي وبعد كده لو احتاجنا مية بنزود شوية بشوية صغيرين كده لان فيه دقيق لسه فهنحط شوية مية ونعجن لغاية لما ما يبقاش فيه دقيق خالص والعجينة في ايدنا تبقى طرية ما تبقاش ناشفة بالشكل ده كده خلاص مش محتاجين مية تاني بنزود ربع كوبايت زيت يعني تلات معالق كده واربع معالق زيت ونعجن العجينة كويس يعني بنقعد نعجن فيها يجي سبع دقايق ولا حاجة لغاية لما نلاقيها بقت نعمة في ايدنا كده بالشكل ده بعد كده بنجيب الطبق اللي هنحط فيه بنحط فيه مسحة زيت وبعد كده بنخلي العجينة بنقلب العجينة في الزيت بالطريقة دي يعني ارضية العجينة والشهة بيبقى مدهونين زيت وبنغطيها ونسيبها على جنب الغاية لما تخمر بعد كده لو في الصيف بتاخد لها تقريبا نص ساعة او تلاتة ربع ساعة هي نص ساعة وبقت معانا خمرت بالشكل ده كده بنعملها رول كده وبنقطعها او ممكن نقطع بايدنا عادي من غير من القطع دي وبرضو بنقدر انهم لازم يكونوا قد بعض فبنحاول لو عايزين نوزن بنوزنها وبنشوف لو القطع كبيرة شوية ممكن نشيل منها لو صغيرة ممكن نزودها لغاية لما يبقى تقريبا كلهم قد بعض بنلفهم بالطريقة دي كده وبنضهن الصينية اللي هنحط عليها بالزيت مسحة زيت بسيطة وبعد كده بنكور كل العجيم بالطريقة دي وبنغطيهم بنغطيهم ببلاستيك او بفوطة لغاية لما عشر دقايق كده يخمروا شوية او يرتفعوا شوية بعد كده بندهن الصواني بتاعتنا اللي هنخبز فيها مسحة بسيطة من الزيت كده بعد كده بنجيب اول رغيف قطعناه بنبدأ به التبطيط او نفرده هو الاول اول واحد كده بيكون خلاص ارتفع شوية او خمر شوية بنبططه بالشكل ده على مستطيل وبنبرمه بالطريقة دي كده وبنقفل الطروف بتاعته قوي وبنقفل العجينة من تحت كلها عشان ما يفكش مننا في الفرن بعد كده بنجيب الصينية وبنرصصه فيها واحنا بنرصصهم في الصواني بنخليهم بعيد عن بعد شوية عشان هم بعد كده هيخمرهم ويحجموهم هيتضاعف فبعد كده ممكن يلزقوا في بعضه فبنبعدهم عن بعد شوية بالطريقة دي بنعمله طبعا الحجم زي ما احنا عاوزين ممكن نعمل الرغيف تقريبا خمسين جرام ستين جرام انا عامل الرغيف هنا خمسة وسبعين جرام بالطريقة دي كده لغاية لما نخلص الكمية كلها وبنسيبهم برضو تاني شوية يخمروا كمان عشر دقايق او ربع ساعة لما نلاقي حجم الرغيف تضاعف معانا كده وزاد بعد كده بنكون بنولع الفرن بنولع الفرن على درجة حرارة 200 ويكون آآ الشبكة في الرف الوسطاني كده بنقفل بالطريقة دي بنقفلها كويس قوي ونحط لغاية لما نخلص كل كمية العجيم بتاعتنا برضو بنغطيها عشان ما تنشافش نغطي ببلاستيك او بفوتا ونسيبها على جنب كده لغاية لما خلصنا كل الكمية بنسيبهم بقى عشر دقايق او ربع ساعة بعد كده بحجمهم بيتضاعف بنجيب معانا معلقتين لبن كده او ممكن صفار بيضة وندهن بالفرشة كده بالراحة عشان طبعا آآ الخمر بتاع العيش بمجرد ما نخلص الصاج دهان مدام هنعمل سمسم او حبة البركة بنرش على طول السمسم لان لو استنينا شوية الا اللبن هينشف والسمسم مش هيمسك في في العيش برضو بنفس الطريقة ندهنه ويندخلوا الفرن على طول على الرف الوسطاني ويقعد في الفرن تقريبا آآ اتناشر دقيقة بعد كده بنطلعه تحت الشوية لو ما خدش اللون من فوق بنرفعه تحت الشوية دقيقتين او تلاتة كده ياخد اللون ده وبنحط عليه الفوطة على طول ممكن نرش عليه نبخ بختين مية كده بالطريقة دي ونغطي بالفوطة او نخلي الفوطة نبللة شوية بسيطة ونغطيه على طول مدة آآ سبعة 8 دقايق كده بعد كده بيطرى معانا بالشكل ده كده ده شكله كده طري جدا هش زي ما احنا شايفين كده اتمنى انه يعجبكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة